تسبب هجوم معلوماتي استدفى مزوداً لخدمة الانترنت في تعطيل عدد من الخدمات الرئيسية كتويتر وسبوتيفاي وCNN وإيباي لحوالي ساعتين في الولايات المتحدة شركة دين المزودة لخدمة الانترنت أشرت إلى تعرضها لهجوم حجب الخدمة على خدمتها المتعلقة بأسماء النطاق إلى أنها تمكنت من مواصلة تقديم الخدمة بعد نحو ساعتين الحجب شامل أيضاً خدمة نتفليكس للفيديو وقناة HBO وخدمة السداد بايبال ترجمة نانسي قنقر